خلوني الاول اكلم حضراتكم عن اللي بيحصل في محطنا العربي والحقيقة انه اللي بيحصل مش خافي على حد ويمكن وطيرة الاحداث بتتصاعد يوم عن يوم بشكل فيه تصعيد وفيه اشتعال للملفات وفتح للجبهات بفعل اسرائيلي وهنا انا حرجع وقول لحضراتكم كلام يمكن كنا انفرضنا هنا في برنامج اخر النهار مع تامر امين من اكتر من حوالي 8 شهر به وكثير من المحللين السياسيين حتى في الوطن العربي اختلفوا معنا فيه ورفضوه وهي فكرة ماذا يريد نتانياهو ماذا يريد نتانياهو معظم المراقبين ذهبوا في ابتلاع الطعم اللي رميته اسرائيل ورمى نتانياهو فيما بعد 7 اكتوبر الماضي وطفان الاقصى بانه اللي بتعمله اسرائيل هو دفاع عن النفس وهو انتقام من حماس وهو محاولة لهرولة وراء قيادات حماس من اجل تصفيتها وتطهير غزة منهم واستعادت الاسرة وانا قلت لحضراتكم ان هذا الكلام هو دعاية وكمفلاج فقط لا غير فقط لا غير نوايا نتانياهو اسرائيل مختلفة تماما اسرائيل طبط غير ما تظهر طبط غير ما تظهر بدليل هو انتوا سمعتوا نتانياهو خلال الاسابيع الاخيرة والشهور الاخيرة بيجيب سرط الاسرة اتكلم مرة عن انه فراء الاسرة وجعنا او عدم قدرتنا على استعادة الاسرة الموجودين في مقرات حماس فارق معانا ما بننمش الليل من بعد الاسرة ولا حاجة خالص رغم الضغط المجتمعي وضغط اهالي الاسرة على الاعلام وعلى الكابنت وعلى الكنيسة الاسرائيلي ومع ذلك نتانياهو ومجلس حربه لا يذكرون الاسرة من قريب او من بعيد وانا بقول لكم انه اخر همهم ايه بقى حقيقة نوايا نتانياهو وده قلناه في بداية هذه الحملة العسكرية العضوانية على غزة واللي فتحت كمان دلوقتي في الجبهة اللبنانية بشراسة حقيقة نوايا اسرائيل ببساطة ونتانياهو تحديدا هو استغلال الفرصة الذهبية المتاحة هذه الايام بسبب انشغال العالم بازماته واوضاعه الداخلية والمشاكل الاقتصادية وبسبب التوهان الامريكي في عام الانتخابات الامريكية بحثا عن كاملة هاريس او دونالد ترامب بيستغل نتانياهو واسرائيل هذه الفرصة لتصفية كل اعداءه للخلاص من كل التهديدات اللي كانت دايما صداع نصفي في رأس اسرائيل على مدار سنوات طويلة والدليل هو الواقع اللي احنا شايفينه اللي عملوه في غزة مش استهداف لقيادات حماس ولا بحثا عن اسراهم ده تدمير تدمير لغزة هذه المنطقة نتانياهو لا يريد ان تكون مكانا صالح للحياة مستقبلا لا لحماس ولا لغير حماس لا للقيادات والمقاومة ولا حتى للشعب الغزاوي العادي المدني هذا المكان الملاصق لاسرائيل وحدود اسرائيل يجب ان يكون خاليا وتحت السيادة الاسرائيلية او تحت السيطرة الاسرائيلية وكذلك المتعلق بالحدود الشمالية لاسرائيل اللي هي الحدود الجنوبية للبنان هذا المكان الذي كان يمثل صداعا بسبب تواجد حزب الله في الضاحية والبقاع والجنوب اللبناني يجب ان لا يستمر عشان كده القصة مش بس برضو اغتيال حسن نصر الله الامين العام والدليل هو تجهيز اسرائيل دلوقتي لما يسمى بيه الاجتياح البري للضاحية ولا البقاع وللجنوب ليه؟ عشان هذه المنطقة يجب ان تخلو من كل ما يمكن ان يهدد اسرائيل مستقبلا ويجب ان يعود المستوطنون الاسرائيليون الى الشمال الاسرائيلي غير مهددين في المستقبل ثالثا الدربات اللي بدأها اسرائيل ونتانياهو امس في اليمن الحثيين نتانياهو وجد انها فرصة ذهبية للتخلص من كل اعداءه في ظل الصمت والعجز الدولي عن ايقافه قالك فرصة ومش هتتكرر اخلص من صداع الحثيين اخلص من صداع حزب الله اخلص من صداع حمس وغزة الى الابد هذا ما يدور في عقل نتانياهو ومجلس حرفه سموتريتش وبينجفير وباقي اليمين المتطرف الذي يحكم اسرائيل او يدير الحرب الان فيجب ان احنا نبقى متفطنين لهذا الكلام نعمل ايدي قصة تانية نعمل ايدي قصة تانية لكن لا تهرول وراء الكلام وان نتانياهو يريد المفاوضات ويريد ايقاف اطلاق النار وهم الاول الاسرة هذا اخر همه هذا اخر همه